معركة الوعي لا تنتهي ولن تنتهي وخد بالك ليه لن تنتهي لأنه كتير جدا وده بزء من طبيعتنا البشرية والإنسانية نحن بننسى أو بنكسل أو بنركم خلاص الحمد لله مثلا عندنا في مصر الحمد لله والشكر الدنيا بقت مستقرة وتمام احنا أمنينا الحمد لله مستقرين سياسيا الحمد لله مستقرين جدا اقتصاديا الحمد لله صاعدين إلخ 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 فنبدأ بقى إيه نركن هنقعد على الليزي بوي كده كورسي مريح ونبدأ نقز أزلب ونتفرج على تلفزيون خليك دايما في حال التقاهب نفس القصة لأهلينا واخوتنا في العراق خليك دايما في حال التقاهب وإعرف إنه على سبيل المثال للحصر مصر لا تريد من العراق أي شيء سوى الاستقرار والنمو مش عاوز لها غير مستقبل باهر يعني ملناش مصلحة قلينا مصلحة أنت لما تبقى مستقر ونامي وزي الفل ينعكس عليه زي ما بينعكس على كل دول المنطقة ده طبيعي علشان كده ده اللي بيعكس الاهتمام الحقيقي والمباشر والدقيق من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعراق فيشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر بغداد اللي هو للشراكة والتعاون المؤتمر كان بيهدف لإيه؟ واحد دعم الدولة العراقية في مواجهة التحديات اللي كنت لسا بقول لك عليها بقى الأمنية والاقتصادية قبل المؤتمر على طول فخامة الرئيس السيسي عقد جلسة مباحثات مع الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكازني على هامش المؤتمر بدأ الرئيس يعقد مجموعة من اللقاءات مع عدد من القادة العرب التقى بالرئيس طبعا والأجانب زي الرئيس الفرنسي إمانوال مكرون ومجموعة من القادة العرب على هامش هذا المؤتمر